عن المواجهات النقاط الساخنة إن صح القول في العاصمة السودانية الخرطوم التي تشهد اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني حدثين عنها بالإضافة إلى المحادثات غير المباشرة التي تبدو مستمرة في الجدة السعودية ديمة الخرطوم كلها نقطة ساخنة في كل الأوقات لكن هناك نقاط أشد سخونة في هذا الصباح النقاط الأشد سخونة هي في أم درمان وفي مدينة بحري الشباكات في منطقة بحري تمددت حتى كادت تصل إلى ما بعد أحيال الحلفية والكدر وتتجه الآن إلى محيط منطقة منطقة السامراب هناك يوجد معسكر أو مخازن تخوص الجيش في هذه المنطقة وعلى ذكر المخازن هناك معلومات شبه مؤكدة عن أن قوات الدعم السريع أمس في استيلائها على مقر الدفاع الجوي في شهر 61 في العمارات استولد على مخازن ضخمة للذخيرة كالتدبع للقوات المسلحة فقط تم تعبئتها اليوم السابق لهذه العمليات حزب المصادر مقربة جدا تحدثت عن هذه العملية التي وصفتها بالنوعية كذلك في خرطوم الهدوء يسود بعض الشيء لكن الانتشار مستمر من انتشار قوات الدعم السريع مستمر مع أنها في وقت سابق أخلت مناطق بدأت تتحرك فيها أمس مثلا منطقة الأسهر جنوبية الخرطوم جنوبية الحزام أمس أخلتها بعد إصابات كبيرة جدا في قواتها نقلت بعض من قواتها بعض من جرحها في ذلك الوقت إلى مستشفى الرازي الخاص ومستشفى يدبع لجامعة خاصة لكنها شرعان معاودة إخلاء ذلك المستشفى وتحركت منه بعد ملاحقات من قوات الجيش السوداني التي لأول مرة أيضا تصل إلى هذه النقطة في الخرطوم المحادثات في جدة ديما حتى الآن لا أنباء عنها سوى أنها تعيد ما يقال في الأيام الماضية من أنها تركز على هدنة إنسانية الوضع الإنساني في السودان أخذ في التدهور بشكل متسارع لا يمكن لأحد أن يتصور حجم المعاناة والمشاكل التي تظهر في حياة الناس اليومية الخبز مغضم في الشح أكثر مما سبق الوقود مختفي تماما يكاد يكون مختفيا في الخرطوم إذ لا توجد لا أحد يذكر يذكر في هذه الأيام محطات الوقود أو يفكر فيها لكن السوق السوداء هي سيدة الموقف هناك حالة من الجشع بدأت تستشري بشكل واضح في هذه الظروف تجار الأزمات والحروب ظهروا بقوة في هذا الوقت كل شيء يخضع للمساومة وكل شيء يتصل أزعاره إلى أضعاف مضاعفة حتى في حالات الخروج الآن نبدأ نسمع صوت الذخيرة مجددا لكن على مستوى خفيض حتى في حالة الناس الذين يحاولون الهروب إلى خارج السودان أو إلى داخله أزعار التذاكر السفرية تصل إلى عشرة أضعاف بشكل عادي وطبيعي ويومي لا أحد يستطيع أن يتوقع أن تقل هذه الحالة في هذا الوقت ما لم تظهر سلطات رسمية وتضبط هذه الأوضاع أمس ظهر والي الخرطوم في تصريحات صحفية ودعا إلى أبسط الأمن في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتحدث عن ضرورة ضبط الأوضاع فيها لكن لا أثر للشرطة ولا أثر لأي سلطات إدارية أخرى في الخرطوم حتى هذه اللحظة ديما دورا جامبو من الخرطوم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك